السلام عليكم اليوم سنرى افكار مختلفة لعادة تدوير الشرابات القديمة اول فكرة سنستخدم فيها فردة شراب سنقص جزء من الشراب من فوق وبعد كده سنستخدم فايبر ممكن استخدامي قطن او برقميش سنستخدم كده شوية من الفايبر وبعد كده سحشي بهم باقي الشراب لحد ما باملى الشراب للاخر وبعد كده سنستخدم الخيط سنقفل الجزء ده سنقفل جدا بالخيط ممكن تستخدم القبرة كمان لو انت حابة بس يعني بمقرد ان انت متل فيها كده اكتر من لفة وتبدأي بعد كده درجوتيها هتبقى سهلة جدا وكمان مش هتفك منك استخدم بعد كده المقص وابتدى ان انا قص الجزء اللي من فوق عشان نساوي بس الشكل استخدم بعد كده بقى الابعة والخيط وبعد كده هبتدى ان انا خيط الجزء ده هنقسم الكوة اللي انا عمناها دي هنقسمها لنصين الاول هبتدى قسمها الاول لنصين بالطريقة دي كده هنسبت بس الابعة والخيط في النص وبعد كده هبتدى ان انا اشد الخيط من الجنب عشان تبين معي بالشكل ده وبعد كده هبتدى برضو ان انا اقسم الناحية التانية بنفس الطريقة بشد الخيط بنفس الشكل كده وبسبته في النص بقيت عندي متقسمة لأربع أجزاء كده بقى عندي متقسمة لأربع أجزاء هبتدي بورده أن أعدي الإبرة والخيط من النص وهبتدي أن أشدها على كل نص فيها لحد ما تقسم معي لنصين بخيطها كويس جدا لحد ما بتتقسم معي لثمان أجزاء هبتدي بعد كده أن أثبت بقى الخيط على الجزء اللي من تحت بعد ما بقسمهم كويس جدا بيبقى شكلهم مظبوط وإلى حد ما يكونوا قد بعض عشان التقسيمة اللي احنا قسمناها دي كلها ما تفقش مننا كويس جدا كده أكتر من خياطة يعني عشان تثبت معانا كويس وبعد كده هبتدي أن أستخدم أي خرزة عندك لإستخداميها من تك أديمة أو مثلا لو عندك خرز لكون شكله حلو نسبتها في المص هستخدم ورقتين بالشكل ده كده دول كده موجودين في ورد إصماري هبتدي أثبتهم كده على الجنب هيبقى شكل الوردة كده حلو جدا ونقدر نستخدمها كرشاءة كده للدبابيس فكريتها بسيطة وسهلة جدا وكمان شكلها حلو في النهاية هتحطي فيها بقى كل الدبابيس بتاعت الترحة والدبابيس الإبرة وكمان الإبرة بتاعت الخياطة فكريتها بسيطة وسهلة جدا وتقدر تنفذيها بكل سهولة الفكرة الثانية هنستخدم فيها أكتر من شراب من الشرابات القديمة وهنستخدم بقى ألوان مختلفة هبتدي دلوقتي إن أنا أقص الجزء اللي من تحت لغة المقفول بتاع الشراب ده ده مش عايزينه وبعد كده هبتدي إن أنا أقص الشراب بالعرض بطريقة دي كده هيبقى العرض بتاع حوالي 4 سنتي أو 5 سنتي وزي ما اتفقنا إحنا هنستخدم هنا أكتر من لون هبتدي دلوقتي أقص على شكل مربع المربع اللي أنا قصيته الأول هبتدي إن أنا أقص أده بالضبط من باقي الشرابات اللي هستخدمها يعني هبتدي أعمل كمية كده من اللون البرتقوني ده وبعد كده هندفل بقى ألوان تانية معي هنستخدم بعد كده أي إطار بتاع سور اللي هو البرواز يعني البرواز اللي بتكون عندنا دي هو شكله هنا أسود هنبتدي نغير من لونه باستخدام فرد الشرابات دي إحنا عملنا مربعات كلها هتبقى بنفس المئيز هبتدي إن أنا أحط كده نقطتين من الشم وبثبت الجزء بتاع الشراب اللي احنا خدناه على الطف بتاع الإطار بتاع البرواز نفسه هتلاحظوا إن إحنا بعد كده نبتين ندخل ألوان مختلفة هنزبط كده شكل لون جنب بعض هبتدي أغير في الألوان بتاع الشرابات إحنا عملنا أكتر من لون بس هنحاول نخلي الألوان دي كون متناسقة مع بعض حط كده اللون البرتقوني وبعد كده بعدها اللون الأصفر وبعد كده هنبتدي نحط برضو اللون البرتقوني يعني هنبتدي نغير كده في شكل الألوان هيددي شكل حلوي جداً في البرواز ده حتى شكله هيبقى مختلف تماماً هغلف بقى كل الأسود اللي باين من البرواز ده بنفس الشكل كده بس هنغير في الألوان يعني هنحط جزء كده من الشراب اللي هو البرتقوني وبعده جنبه الأصفر وهتلاقوا كده على الجنب التاني هبتدي ان انا احط من الشراب التاني اللي هو الأزرع لحد ما بنوصل للآخر وبنغلف الشكل بتاع البرواز كله أي زيادات هنبتدي نقصها بالشكل ده لحد ما بنساوي كده الطرف كله من الجزء اللي من جوه كمان الجزء اللي من على الحال هبتدي بقى بعد كده استخدم استراثي كده يكون شكله حلو نقصر به الألوان اللي احنا باستخدمينها دي هدي شكل أحلى كمان وهبتدي ان انا أثبته على البرواز كله ممكن طبعاً تستخدمي أي حاجة للتفزين مش شرط الاستراثي ده ممكن تستخدمي دنطل وابده هيدي شكل حاجة قولي بقى كده شكل البرواز أحلى ولا شكله الأول لما كان باللون الأسود الفكرة دي بسيطة وسهلة وتقدر تغيري من شكل البرواز اللي عندك اللي هو شكله سادة أو لونه سادة تقدر تغيريها بالطريقة دي فكرتها بسيطة وسهلة جداً كده أنا ثبتت فيها الصورة تاني زي ما كانت طبعاً شكلها بقى أحلى من الأول الفكرة التالتة نستخدم فيها علبة حمام كريم ممكن تستخدمي أي علبة قديمة عندك هبتدي أشيل الاستيقر اللي كان عليها واستخدم هنا شراب كبير شوية وبعد كده هبتدي ألبس العلبة في الشكل ده كده نلبس فيها الشراب لحد ما بوصل للطرح بتاع العلبة من فوق وبعد كده هبتدي أن أنا أثبت الجزء ده بمسدس الشام عشان تبقى ثبت أكتر على العلبة كل الطرح ده هبتدي أن أنا أثبته كده بنقطتين من الشام لحد ما تأكد أنه مسك كواس جداً ممكن تغلي في العلبة من جوه وممكن تسبيها زي ما هي زي ما تحب يعني هي لونها حلم فأنا أسيبها زي ما هي كده طبعاً إحنا هنعمل شكل دلوقتي مختلف وكمان فكرته بسيطة وسهلة جداً وتقدار أن يتنفذي من خمات كتير مختلفة هبتدي بس الأول كده أنا أثبت الطرف بتاع الشراب من فوق وهيجي كده عند الجزء اللي من تحت وهشيل الزيادات دي كلها سبت يدوب حاجة بسيطة كده من الجنب عشان أبتدي أن أنا أغلف بيها العلبة من تحت هنبتدي بقى نغلف كل الأجزاء اللي باين عندي في العلبة كمية شام وبعد كده بسبب باقي الشراب عليها لحد ما بغلفها كلها وبعد كده هستخدم قماش الجوخ موجود في محلات أدوات الخياطة لو مش عندك ممكن تستخدمي الفون هبتدي أعمل شكل رجلين بالشكل ده كده طريقة سهلة جدا وكمان ممكن نعملها للأطفال بما أننا خلاص دخلنا على المدارس نقدر ننفذها بمنتهى سهولة زي ما اتفقنا ممكن تبدلي بدل قماش الجوخ تستخدمي الفون وده طبعا موجود في المكتب ثبتت اتنين بنفس الشكل مع بعض وبعد كده هبتدي أعملها رجل بالطريقة دي كده وهسبتها في العلبة من تحت نقطة شامع كده على الطرف هبتدي أستخدم برضو نفس القماش وهبتدي أعمل يد كده بسيطة هنعمل شكل دب دوب كده يكون شكله حلو كمان يساعد الولاد وهم بيذكروا هنحط الأدوات بتاعت المدرسة كلها هبتدي بس أنه أنا أثبت اليد بتاعت الدب دوب بالطريقة دي كده على الجمل وهنستخدم بعد كده عينين يكونوا موجودين في دب دوب قديم ممكن تجيبيهم من المكتب برضو بيتباعوا جهازين هبتدي أنا أثبتهم بس هخليهم لفوق شوي ممكن تستخدمي بدل علبة الكريم أي إزازة ميا بس تكون كبيرة شوية وتعملي نفس الخطوات اللي احنا عملناها هبتدي بعد كده أستخدم قطع صغيرة من الفوم الأحمر وهبتدي أعمل بقل الدب دوب وهنخلي برضو الجزء الثاني بتاع بقل الدب دوب كده هنثبته بنقطة من الشم شكله بقى حلو جدا تقدر تستخدميه بقى كده كمنظم على التسريح وكما ممكن نستخدمه لأدوات المدرسة الألوان والأقلام والحاجات اللي احنا بنستخدمها يوميا دي وتخليها على المكتب رابع فكرة هنستخدم فرد الشرابات القديمة وهنبتدي ناخد كده شراب قديم وهبتدي إن أنا قص شرائط رفيعة من الشراب هنقص كمية كبيرة بنفس المقاس خليها عريضة شوية عشان تطلع شكلها أحلى معيك وبعد كده هبتدي إن أنا أخد وزقين من اللي احنا أصناهم دول وبدخل بالطريقة دي كده الشريطة وبعديها من الناحية التانية عملها لكمورة كمان عشان تكون واضحة سهلة جدا ودي هتطربت معيك كده بمنتهى سهولة عملت كمية كده بألوان مختلفة وبعد كده هبتدي أثبتها بنقطة من الشم على الحل هستخدم استوانة كمان هجيب قطعة من الكرتون صغيرة عشان أقفل بيها الجزء اللي مفتوح عندي في نص الاستوان كده هبتدي إن أنا أستخدم الجزء اللي أنا عملته من الشرابات عملت ألوان مختلفة ألوان فتحة وألوان غمئة وثبتتهم مع بعض وبعد كده هبتدي إن أنا ألفهم حوالين الدائرة بتاعة اللاستوان هبتدي أحط كمية شمع بالطريقة دي وثبت جزء من الألوان وبعد كده الجزء التاني من اللون التاني اللي موجود عندي وراه تمام كده لحد ما بنبتدي إن إحنا نغلي في اللاستوانة كلها لو حابت عمليهم مع بعض تفيرة الأول وبعد كده تبدأ تثبتيهم بنفس الشكل وابده يبقى شكلها حلو ويبقى شكلها مختلفة هبتدي إن أنا أغلي في اللاستوانة كلها كده زي ما اتفقنا هندخل ألوان كتير مختلفة مع بعض لحد ما بنغلي في اللاستوانة كلها ونبصل للآخر وهبتدي بقى إن أنا أجي من عند الحف كده وعمل زي كبير بسيط يعني هزوي السطر كمان فوق السطر اللي على الخار هغلف كمان للإستوانة من الضهر هستخدم قماش الجوخ وهبتدي إن أنا أغلي في الجزء ده ممكن تستخدم أي باو قماش عندك وتغلي في الإستوانة من الناحية التاني هقص كده زيادات كلها منع الحف وبعد كده هستخدم دنتل يكون لايق مع اللون أو يعني ينطق الألوان اللي احنا مستخدمينها فهبتدي إن أنا أستخدم الدنتل للبيج ده هبتدي أعمل شكل كشكشة كده منع الحف وهستخدم كمان الخارس ده بقى موجود في محلات أدوات الخياطة هي وقعت وتلسعت ما فيش مشكلة هنكمل برضه هبتدي إن أنا أثبت كده أكتر من واحدة هتبقى يعني رفع شوية عن المكان هيبقى كمان شكل الدنتل اللي باين فيها أحلى الفكرة اللي بعد كده هنستخدم الفرد الأديم بتاعت الشرابات هنبتدي نستخدم المساحة دي والمساحة دي موجودة في كل بيت هي لي يعني هي حاجة عملية وأساسية جدا للتنظيف هبتدي دلوقتي أستخدم فرد الشرابات أعجي من عند الجزء اللي من تحت طبعا إحنا شلنا الجزء بتاع المساحة نفسها هنبتدي ندخل الشراب كده من جنب واحد وهنبتدي إن إحنا ندخل فردة شراب تانية مختلفة خالص إحنا قلنا إن إحنا نستغلي هنا الفرد بتاعت الشرابات وتبدأ إن إنت تستخدميها للتنظيف عملتي خلطة حلوة بقى وتبدأ إن إنت تعملي بيها الحطام من فوق لما تتطرب وتتبهدل مني أنا بحب جدا إن أنا أستخدم الحاجات دي في التنظيف بتبقى أح أحسن كثير من من الفوق الجهزة دي كانت أفكار النهاردة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لو أعجبكم سلام عليكم